هل أي حال مشاهدين التساعة الصباحا مع موجز لأهم الأنباء مع زملتنا ميرنا شكرا لك جمعنا التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جراناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من القرارات الهمة بهدفي تخفيف الأعباء عن كهل المواطنين من أبرزها زيادة علاوة غلاء المعيشة وإعفاء المتعثرين من فوائد وغرمات الأقصاط المستحقة كما وجه رئيس سيسي خلال كلمته لدى افتتح عدد من المشروعات التنموية في محافظة بن سويف الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة لتنفيذ تلك القرارات وخلال كلمته أكد رئيس سيسي أن دولة تسعى لزيادة الأراضي الزراعية لتوفير فرص عمل للشباب لفتان إلى أنه يقدر حجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعاشية الناجمة عن الأثار الاقتصادية للأزمة الاقتصادية المركبة والتي خلفتها جاءحة كورونا وضعفتها الأزمة الأوكرانية أعلنت هيئة المواني البحرية الأوكرانية أن سفينتين شحنة وصلتا إلى أوكرانيا لتصبح أول سفينتين تستخدمانها ممرا مؤقتا للإبحار إلى مواني البحر الأسود وتحميل حبوب الأسواق الأفريقية والأسيوية وكانت أوكرانيا قد أعلن تشهر الماضي عن ممر إنساني في البحر الأسود للسماح بحار السفن العالقة في موانيها منذ بدء الأزمة وتفادي الحصارة الفعلية المفروضة عليها بعد انصحاب روسيا من اتفاق كان يتيح لكياذا تصدير الحبوب وغدرت خمس أصف حتى الآن من أوديس عبر الممر المتاخن لسحل الغربية للبحر الأسود بالقرب من رومانيا وبولغاريا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوية الروسية دمرت طائرتين مسيريتين أطلقتهما أوكرانيا قبلة الصحلة الغربية لشبه جزيرة القرمة هذا لم تذكر وزارة الدفاع الروسية وقوع أي أضرار أو إصابات ناجمة عن الحادث وضمت روسيا شبه جزيرة القرمة من أوكرانيا في عام 2014 في خطوة قبلت بتنديد غربي واسع النطاق قال رئيس اللجنة العسكرية لحلف الشمال الأطلنطية نيتو روباور أن طلبات أوكرانيا من الأسلحة والدخائرة تتجاوز قدرات الحلف جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي لرؤساء الأركان العامة لحلف النيتو بالنرويج وكان رئيس اللجنة العسكرية لنيتو قد انتقد تأخر القدرة الانتجية في قطاع دفاع وتباطئ الإمدادات واستمرار الأسعر في الارتفاع تظاهر ألف الأشخاص في العاصمة السوسرية استجابة لدعوة من النقابات والأحزاب اليسرية وذلك للمطالبة بزيادة الأجور ومعشات التقاعد ودع المتظاهرون السلطة إلى اتخاذ تدابير سريعة لخفض أقصات الضمان الصحي التي سجلت ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة تأتي التظاهر قبل شهر من الانتخابات النيابية المقرر إقامتها في 21 من شهر أكتوبر اعتبرت رئيسة الوزراء الفرنسية ليزابت بورن أن مرحلة الحالية تقتدي في المقام الأول التضمن مع إيطاليا والتعبئة في الاتحاد الأوروبي في ظل تزايد أعداد المهاجرين الوافدين إلى جزيرة لامبيدوسا من جهتها دعت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في تخفيف الضغط عن بلادها بعدما وصل إلى الجزيرة نحو 800 500 شخص في غضون ثلاثة أيام على متن 199 مركبا وتقع الجزيرة لامبيدوس على بعد أقل من 150 كم من السحلة التونسية وهي أحدى المحطات الأولى للمهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط أملنا في الوصول إلى أوروبا وفي الجزائر توصل الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحرائق بولايتين في شرق البلاد كما تدخلت مروحية الإصعاف الجوية بحسب الحماية المدنية التي لم تشر إلى سقوط ضحايا ويشهد شمال الجزائر وشرقها سنويا حرائق غابات وهي ظاهرة تتفق معاما بعد آخر بسبب تأثير التغيير المناخي الذي يؤدي إلى جفاف وموجات حر شديد نهاية موجزة تسعة وعودة لاستكمال بقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعض الفوصل